يلتائم في عمان السبت المقبل مؤتمر طريق الحرير بنسخته الرابعة بالتركيز على قطاع الريادة في الأعمال رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني المهندس نظمي العتمة قال خلال مؤتمر صحفي إن المؤتمر سيركز على الريادة في الأعمال وضرورة تبنيها من قبل رجال الأعمال لمواكبة التسارع الكبير الذي يشاده العالم وتلاشي الشركات التي لا تواكب تغيير نمط السوق وسلوك المسهلكين بتبني الريادة والإبداع والعلول المبتكرة في الأعمال ويشارك في المؤتمر 500 رجل أعمال من داخل وخارج المملكة وسيعرض نحو 20 مشروع ريادة بحاجة إلى دعم لتخرج إلى النور ومنها ما يحتاج إلى الدعم للتوسع والتطور عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري أكد أهمية التفات القطاع الصناعي للريادة في الأعمال لتقليل الكلف والمنافسة محليا وخارجيا وخلق أسواق جديدة المواضيع التي ستكون في هذا المؤتمر هي مواضيع فيها جديد وهو دمج العمل الريادي مع الرجال الأعمال وأصحاب الأعمال التقليديين سيتم الحديث حول بعض المشاريع الريادية وستطرح مجموعة من المشاريع الريادية بمشاركة واسعة من الأردن والخارج وأيضا سيكون هناك المفاهيم الريادية التي يجب أن يوعى فيها أصحاب الأعمال التقليديين هذا كله سيكون موجود ضمن برنامج ضمن عدة جلسات عمل وسيكون هناك جلستين لطرح مشاريع ريادية تقريبا أكثر من 20 مشروع ريادي سواء جزء منهم ستارتابس أو سكيلابس